بسم الله الرحمن الرحيم الذي في أوله همزة فإن هذه الهمزة تكون همزة قطع فيه أي في الفعل الماضي الثلاثي وفي مصدره في حين أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي ستكون الهمزة في أوله همزة وصل سواء كان في أول ماضيه همزة أو لم يكن لذلك فعل الأمر من الثلاثي القاعدة فيه واحدة الهمزة لا بد أن تكون همزة وصل واتفقنا على تأجيل الحديث عن الفعل المضارع لأن القاعدة في الفعل المضارع من جميع الأفعال واحدة بعد ذلك تحدثنا عن الفعل الرباعي فقلنا أن الفعل الرباعي الذي في أوله همزة تكون الهمزة همزة قطع في الماضي وفي الأمر وفي المصدر واتفقنا أيضا على تأجيل الحديث عن الفعل المضارع وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الفعل الخماسي الذي في أوله همزة لاحظ معي الفعل اجتمع تجد في هذا الفعل في أوله همزة كما ترى هنا وهو مكون من خمسة أحرف حرف حرفان ثلاثة أربع خمسة إذا كان الفعل الماضي خماسيا وفي أوله همزة فإن الهمزة تكون همزة وصل في الماضي وهمزة وصل أيضا في المصدر لذلك إذا فعلت الفعل اجتمع فإن الذي حدث اجتماع لذلك نقول اجتمع اجتماعا في أوله همزة والهمزة أيضا ستكون همزة وصل كما ترون وكذلك في فعل الأمر اجتمع ما قبل الآخر مفتوح وهو الميم في الماضي سنقول في الأمر ماذا سنقول في الأمر اجتمع وفي أوله همزة كما ترون وهي همزة وصل أما المضارع فقد اتفقنا في الفعلين الثلاثي والرباعي على تأجيله وأيضا هنا سنؤجل الحديث عنه قليلا لذن وصلنا الآن إلى قاعدة وهو أن الفعل الخماسي الذي في أوله همزة تكون الهمزة همزة وصل في الماضي وهمزة وصل في الأمر وهمزة وصل أيضا في المصدر فالقاعدة مضطردة كما ترون لاحظوا معي أن الفعل الرباعي في الحالات الثلاث قطح والخماسي في الحالات الثلاث وصل اقترح فعل ماضي خماسي سيكون الأمر منه أيضا بهمزة وصل اقترح وسيكون المصدر اقتراحا لأن اتفقنا على أن المصدر هو الكلمة التي تدل على الحدث الذي يقع فالهمزة في الكلمات الثلاث همزة وصل كما ترون اتصل هذا الفعل خماسي أيضا لاحظ معي أن الحرف همزة حرف والتاء مشددة لذلك التاء الأولى هي الحرف الثاني والتاء الثانية هي الحرف الثالث والصاد هي الحرف الرابع واللام هي الحرف الخامس لذلك اتصل واطلع هنا ومثل اتخذ واتقى واتقدى كل هذه الأفعال خماسية مكونة من خمسة أحرف لذلك تكون الهمزة في أولي همزة وصل في الماضي وكذلك في الأمر اتصل وفي المصدر فتقول اتصال نقول الاتصالات اتصال الهمزة همزة وصل كما ترون انفصل خماسي كما ترون فيقال في الأمر انفصل ويقال في المصدر انفصل انفصالا انفصال فالهمزة أيضا همزة وصل اجتهد يكون الأمر منه اجتهد همزة وصل ويكون المصدر منه ماذا اجتهاد اجتهاد كما ترون اطلع خماسي لأن الطاء مشددة ويكون الأمر اطلع اطلع ويكون المصدر اطلاع اطلاع لذلك الهمزة همزة وصل في الخماسي إذن قاعدة الفعل الخماسي تقول الماضي والأمر والمصدر من الفعل الخماسي المبدوء بهمزة تكون الهمزة في همزة وصل وقد اتفقنا على تأجيل الفعل المضارع لأن الحديث عن الفعل المضارع حديث واحد في جميع الأفعال والقاعدة فيها جميعا واحدة لا تختلف بقي لنا الحديث عن الفعل السداسي وهو درس المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى وهناك نلتقي